الشعب السوري يقصف جبهة نضال الأحمدية وكلمة السر شوكولامو هجوم شديد طال الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحتها الأخيرة المتلفزة بمنصة بيروت واللي أظهرت فيها عنصريتها ضد النازحين السوريين لما تكلمت باستنكر وقالت التقيت مع موظف سوري ما بيعرف شوه هو والشوكولامو وأنا كتير استغربت لإني ما فيه ترجمة إلهاب العربي والسوريين في لبنان بيعيشوا عنا وينتهزوا الكهرباء والمي ببلاش وكل شيء ببلاش والطرقات لإلهن والأرض والسماء وتبعت كلامها وقالت ما فيني يعيش أنا والسوريين بنفس البلد في اختلاف كبير بالثقافات هم بمحل ونحن بمحل والسوري خايف يترك باريس الشر ويرجع على سوريا لإنه لما شاف لبنان ما صدق إنه هو يقعد فيها وهلا هم عم يتعلمون يقولوا بنجور والتصريحات دي السوريين اعتبروها إيهانة وتفتحت نار السوشيال ميديا على الإعلامية نضال الأحمدية مش بس من رواد السوشيال ميديا ده كمان من فنانين وإعلاميين سوريين اللي شافوا إنها كبرت وخرفت فرد عليها الفنان عدنان أبو الشامات بفيديو مصور وقال بنت بتحكي ست لغات وما بتعرف الشوكولامو وحضرة الشعوب ما بتنقز بالشوكولامو ست نضال كمان رد عليها الفنان معتصم النهار ببست على حساب الشخص وكتفيه عليكم قبل كل شيء بالمحطات والإزاعات والإعلاميين الذين يستضيفون هذه المعتوها إنهم على علم تام إنها سوف تسيء لشعب كامل صدقوني ومع ذلك يقومون باستضافتها وفتح الهواء لها لحظ الترند ومن ثم يتهربون من المسئولية بحجة هذا رأيها الخاص وهم شركاء معها بقزارة مش بس كده ده حتى اللبنانيين على منصة التواصل الاجتماعي وجمهور الشارع استنكروا جدا الكلام العنصري اللي نضال الأحمدية صرحت بيه فكتب مغرد لبناني وقال إحنا اللبنانية ما بنعرف يعني إيه شكولامو وكتبت مغردة لبنانية على حسبها تويتا وقالت فيها والله يا ست نضال كل واحد بيعبر عن ثقافة بيئته والمستوى تبعه ورأيك أكيد ما بيمثل الشعب اللبناني ورأيك أكيد ما بيمثل الشعب اللبناني اللي ما بيعرف الشكولامو ورد مغرد تاني وقال عندهم شكولامو عنا وفا تلكم 5G ده غير اللقاءات الحية مع جمهور الشارع اللبناني واللي ما يختلفش خالص عن رأي رواد السوشيال ميديا فيه اللي قال ده 6 حدث هتافه واللي قال لها ضب بلسانك واللي نصحها ما تظهرش تاني في الإعلام ده غير الفيديوهات المصورة اللي عملها اللبنانيين تحت هاشتاج سكر يتمك وهاشتاج نضال ضب بلسانك واللي كلها رفض لعنصريتها ضد النازحين السوريين وانتو كمان شاركونا رأيكم من فيكم يعرف الشكولامو وايه اسم الدرج في بلدكم وبتصبحوا على بعض البنجور ولا بتقولوا صباح الخير